ازايكم يا ضواليد برج الاسد يارب تكونوا بخير انا مارين بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج توقعات برج الاسد ليوم الجمعة 22 اكتوبر 21 2021 انها القوة والشجاعة المطلوبة لمواجهة الاخفاقات وخيبات الامل يحتاج المرء الى القوة لقبول فشلهم وبذلك ستكون قادرا على اثبات نفسك كرجل يستحق السناء اليوم سوف تتقبل اخطائك وتفهم ان البشر هم من يرتكبون الاخطاء من خلال القيام بذلك ستكون قادرا على اتخاذ خطوة للامام في الاتجاه الصحيح الذي سيقودك الى النجاح والمجد عاطفيا حاول ان تحافظ على هدوءك وصبرك اثناء التعامل مع حبيبك عليك ان تفهم انه في بعض الاحيان يكون من الافضل قبول ما يعتقده الشخص الاخر عنك بدلا من محاولة اظهار وكهة نظرك تذكر ان الحب والصبر هما المطلوبات للحفاظ على علاقة ثلثة ليس فقط مع شريكك ولكن ايضا مع احبائك المقربين ايضا مهنيا تحتاج الى التركيز على نقاط قوتك ومعالجة جميع الامور بشكل تحليلي عندما يتعلق الامر بالمهنية مقدما يجب ترتيب احتياجاتك ومتطلبات حياتك المهنية بشكل منهجي ليس فقط من خلال فهم وجهة نظرك ولكن ايضا من خلال وضع نفسك تحت اقدام الشخص الاخر قد يكون هناك نقص في الدعم في بنت زملائك ولكن هذا سيساعد في تحليل الامور التي اخطأت فيها صحيا ستنخرط في الكثير من العمل طوال اليوم وقد لا تحصل على الوقت لرفع رأسك عن شاشة الكمبيوتر الاحداث التي ستحدث على مدار اليوم سيكون لها تأثير طويل الامد على حياتك وبالتالي عليك توخي الحذر قبل اتخاذ اي خطوة سيؤثر ذلك على صحتك وقد تشعر بالارهاق الشديد توقعات السفر ستكون هناك ايام اكثر امتناعا قادمة لك عندما تشعر بالدفاع الادرينالين في عمودك الفقري وستبدأ في رحلة تكسير الاعصاب ومع ذلك على التوقعات اليوم ليس افضل يوم للسفر ستتعامل بالفعل مع الكثير من الاحباط الداخلي وسترغب في التركيز على نقاط قوتك وسيشغل هذا معظم عملية التفكير وستجد نفسك غير قادر على تخصيص وقت كافي للتخطيط للرحلة نصيحتي ليك اليوم اضح بعض الوقت ودع الامور تتكشف حسب وطيرتها الخاصة نصيحتي للعزاب تحلى بالصبر واخذ لنفسك موعدا لطيفا اليوم نصيحتي للمرتبطين بعض الايام هي اوقات الاختبار لا تفقد ايمانك بالحب وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش انتو مستنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي انا بكبر بيكم ومعاكم